بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيم عجب النياق ليثرب يا حادي نبكي الأولى من أهل ذاك الوادي وذر الدموع وخلني أيول واعج وحشاشتي وزفيرها الوقادي ما لي أردار التي قد أشرقت بالبشر دهرا جلببت بسوادي فأجاب بالدمع الهطول لحادث أدمى القلوب وحز في الأكبادي فإليك فإليك لا تسل عما أجرا فالأمر صعب والخطوب بوادي ما مر يومون مثل يوم محمد أدمى القلوب أسا إلى المعايا وآيا 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 فأماض ما لا قلح ما يوم به أي طرقته طارقة أط recently وآيا 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 ولا تسل وآيا جبريل أصبح نادبا الله أكبر والخطوب يا دي وأمض شيء في الحشاء مزق الحشاء صوت البتولة من حشاء وقايا يا دي أبتاه من لي أن أراك مفارقين أي والعين عبر والأساء بفؤايا يا دي لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان فقد شاءت إرادة الله تبارك وتعالى أن يكون هذا الدين هو الدين الخاتم للأديان وأن يكون هذا النبي صلى الله عليه وآله هو النبي الخاتم للأنبياء والمرسلين وبذا كانت شريعته هي الشريعة التي ينبغي على الإنسانية أن تستل منها مفاهيمها وتقتبس منها ضياءها وتأخذ منها معالمها وكذلك ينبغي على كل إنسان وبالأخص المسلم أن يقتدي بهذا النبي العظيم بهذا النبي الذي هو النبي الذي أراده الله إلى آخر المسيرة الإنسانية على وجه هذه الأرض كل نبي من الأنبياء ونحن نؤمن بهم جميعا كانت لهم فترات نبوة انتهت بفترة زمنية محددة فلما جاء الإسلام وجاء نبي الإسلام صلى الله عليه وآله أعلن أنه هو النبي الخاتم للأنبياء ولهذا لو استطعنا أن نجمع كل آيات القرآن الكريم التي تحدثت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أوصافه ومناقبه ومواقفه لو وجدنا شيئا لافتا وواضحا وهي وهو أن الآيات القرآنية الكريمة قد أكدت على الجانب الأخلاقي في شخصيته صلى الله عليه وآله حتى أن الله تبارك وتعالى لما أراد أن يمتدح هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله لم يقل عنه وأنك لعلى شجاعة عظيمة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله المقدم في الشجاعة كان قد باشر القتال في بعض المعارك وذات ليلة سمع المسلمون صيحة أخافتهم وأذهلتهم وأذهلتهم نزلوا إثرها إلى الشارع وبينما بعضهم يهم أن ينطلق إلى مصدر تلك الصيحة الصيحة المخيفة وإذا بهم يفاجأون بالنبي صلى الله عليه وآله قد رجع وهو يقول لهم لا تراعوا وهدأهم يعني كان قد انطلق قبلهم واطمأن إلى مصدر ذلك الصوت المعب وجاء ليهدأ المسلمين لم يقل عنه القرآن الكريم وأنك لعلى شجاعة عظيمة لم يقل عنه القرآن الكريم وأنك لعلى تضحية كبيرة والنبي صلى الله عليه وآله كان أقدم المضحين ضحى بكل شيء في سبيل هذا الدين وأوذيه بما لم يؤذ به نبي من قبله صلى الله عليه وآله لم يقل عنه وأنك لعلى جهاد عظيم ورسول الله صلى الله عليه وآله قدوة المجاهدين وسيدهم وإمامهم ولكن قال عنه وإنك لعلى خلق عظيم هذه القضية التي تدخل في كل مرفق من مرافق الحياة لأن الاقتصاد في الإسلام اقتصاد ذو جانب أخلاقي السياسة في الإسلام سياسة ذات جانب أخلاقي علم الاجتماع في الإسلام علم ذو جانب أخلاقي وهكذا الأخلاق تدخل إلى كل مفصل من مفاصل الحياة وإذا بالقرآن الكريم يقول وإنك لعلى خلق عظيم آية قرآنية أخرى فبما رحمة من الله لنت لهم ولكن تفضن غليظ القلب لنفض من حولك انظروا أيها المؤمنون إلى دقة هذه الآية الله يقول لنبيه صلى الله عليه وآله ولو كنت فضا غليظ القلب وحاشاك يا رسول الله لكن النتيجة لنفض من حولك فكيف بأنا وأنت كيف علينا أن نتعامل بأخلاق ومحبة ورحمة حتى نألف من حولنا ونؤلف ما بينهم أو بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عمدتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم صفتان من صفات الله اسمان من أسماء الحسنة أنحلهما لنبيه صلى الله عليه وآله بالمؤمنين رؤوف الرحيم لو أخذنا هذه الآيات التي تحدثت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وآضفنا إليها الآية القرآنية الكريمة التي استفتحنا بها حديثنا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم والآخر إلى آخر الآية إذن ما تكون النتيجة النتيجة الشخصية الإسلامية المطلوبة بمعنى آخر الله تبارك وتعالى أراد أن يكون الإنسان المسلم وهو يقتدي برسول الله صلى الله عليه وآله أفضل إنسان على هذه الأرض أين نحن يا رسول الله من أخلاقك وسلوكك ومنهج حياتك ألم نستحي أيها المسلمون ألا نستحي ونحن نحاول أن نقرب الأخلاق إلى بعض أممنا وإخوائنا وشعوبنا أن نذكر لهم نماذج من أناس آخرين إذا أردنا أن نؤكد على دقة العمل والإخلاص في العمل يقول أنظر اليابانيين كيف هم دقيقون في أعمالهم أنظر إلى الشعب الغرب الفلاني كيف هو حريص على وقته ألا ينبغي أن يكون المسلم هكذا ألا ينبغي أن تكون أنت وأكون أنا قدوة وأسوة حسنة لكل العالم لكل البشرية وكذلك الجعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا أي مستوى أراده الله عز وجل لهذه الأمة لو أنها اقتدت بنبيها الأعظم صلى الله عليه وآله في أخلاقه وسلوكه على كل مسلم ونحن نعيش ذكرى وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله والفجيعة الكبرى بالقطاع الوحي عن السماء على كل مسلم أن يجسد رسول الله صلى الله عليه وآله في أخلاقه وسلوكه مهما كان عمله ومهما كانت حرفته المسألة لا تخص فقط علماء الدين وطلبت العلوم الدينية كل مسلم ينبغي أن يقهدي برسول الله صلى الله عليه وآله ولهذا كيف انتشر الإسلام في تلك المناطق البعيدة التي كان يرحل إليها التجار المسلمون يركبون البحار والمحيطات ويلاقون الأهوال في تلك المناطق النائية التي تعرفت هذه الأيام بدول أندونيسيا أو ماليزيا أو الفلبين كيف وصل الإسلام إلى تلك المناطق وجيش الفتح وقفت عند القارة الهندية الذي أوصل الإسلام التجار المسلمون لأنهم اقتدوا برسول الله صلى الله عليه وآله في تجارتهم في بيعهم وشرائهم فوصلت تلك الرسالة إلى أبناء تلك البلاد ودخلوا في دين الله أفواجا لما رأوا من حسن أخلاق التاجر المسلم ولهذا على كل مسلم ولا سيما الذين يعيشون في المغتربات الذين يعيشون في المهاجر الذين يعيشون أقليات في مجتمعات غير إسلامية كل مسلم ينبغي أن يكون تجسيدا لرسول الله صلى الله عليه وآله وأن يكون داعي إلى هذا الدين وداعيا أهم شيء أن يدعو بأخلاقه وسلوكه يقول الصادق عليه السلام كونوا دعاة لنا بغير ألسنتهم قالوا وكيف ندعو إبن رسول الله ولا نتكلم بألسنتنا فأوضح لهم ليكن سلوكك ولتكن أخلاقك وليكن منهجك في الحياة هو الدعوة إلى الله عز وجل الدعوة العملية نعم يا رسول الله ما أحوجنا إلى أن نقتدي بك وأن نظهر الصورة الحقيقية لرسول الله أبي سيم المؤلم ما نجده من بعض الاتجاهات المنحرفة التي أساءت الإسلام وهي تحاول أن تظهر هذا الدين وتظهر هذا النبي بأنه نبي القسوة نبي الذبح نبي القتل والله عز وجل يقول عنه صلى الله عليه وآله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهو الذي يقول عن نفسه صلى الله عليه وآله إنما أنا رحمة مزجاه ما أروع ما قام به بعض أبناء المسلمين في لندن عاصمة بريطانيا حينما جاء الذكرى ولادة رسول الله فنزلوا إلى الشوارع وبيد كل شاب غصن فيه وردة فيه زهرة وهناك حديث لرسول الله باللغة العربية ومترجم اللغة الإنجليزية ويهدون هذه وردة هذه الزهرة للمارينة في الشوارع يقول لهم نحن مسلمون وهذا حديث من أحاديث نبينا وهذه الوردة هدية لكم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة أن لا نسيء في سلوكنا وأخلاقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك النبي الذي أنقض الله به الناس من تلك الجاهلية الجهلاء وتلك الظلمة الدهماء كما قالت السيدة الزهراء سلام الله عليها في خطبتها وكنتم على شفا حفرة من النار ممذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان وموطع الأقدام تشربون الطرق وتقتاتون القد والورق أدلة خاسئين تخافون أن يتخطفكم الناس من حولكم فأنقذكم الله تبارك وتعالى بأبي محمد صلى الله عليه وآله بعد اللتي واللتية وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومردة أهل الكتاب كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأه الله نعم في ذكرى رسول الله صلى الله عليه وآله ورحيله عن هذه الدنيا التي تركت مسئولية كبيرة على كل مسلم ومسلمة أن يقتدوا برسول الله صلى الله عليه وآله أراد النبي صلى الله عليه وآله منا أن نهتم بالأخلاق كما ذكرنا ثم أراد صلى الله عليه وآله أن نهتم بالعلم يدخل ذات يوم مسجده المبارك فيجد مجموعتين مجموعة منشغلة بالعبادة وأخرى منشغلة بتدارس قضية علمية وقف بينهما قال هؤلاء على خير وهؤلاء على خير ولكني أمرت بالتعليم ودخل ليجلس مع تلك المجموعة التي تدارس العلم النبي صلى الله عليه وآله دعا إلى أعمار الحياة إلى العمل إلى الإنتاج وكان صلى الله عليه وآله وقد رأى رجلا قد تركت عليه آثار الأعمال على يديه حتى مجلتا في الرواية أن النبي قبلت الكالية المنتجة وقال هذه يد يحبها الله ويحبها رسوله صلى الله عليه وآله إذن النبي نبي الحياة النبي صلى الله عليه وآله ليس رجلا في التأريخ ليس قصة قصص التأريخ هو حياة هو واقع منهج حياة يجب أن نعيشه إذن المسلمون هذه الأيام عليهم أن يؤكدوا لأنفسهم ويحاسبوها وينظروا كم هم قريبون من رسول الله أو لا سمح الله كم هم بعيدون عنه ننطلق من هذه المناسبة المؤلمة حتى نجدد عهدنا برسول الله اليوم المؤلم اليوم الحزين يوم نعى فيه جبرائيل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وآله وثقل حاله روح فداه فاستدعى أمير المؤمنين عليه السلام علي بن أبي طالب الذي جلس إلى جنبه وأخذ النبي صلى الله عليه وآله يوصيه بوصاياه ويسره بأسراره وبينما هما كذلك اذ دخلت عليه ابنته فاطمة وهي تقول وأبيض يستسقى الغمام بأوشه ثمان اليتام عصمة للأرامل قال ابنيتي هذه مقالة عمكي أبي طالب لكن قولي وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل إن قلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين ثم ثقل حاله صلى الله عليه وآله فكان يغمى عليه بين الساعة والأخرى فإذا أفاق وإذا به يرى الحسن والحسين أمامه ما أن فتح النبي عينيه حتى هرور الحسنان وألقيا بنفسيهما عليه أراد علي عليه السلام أن يرفعهما عن جسد جدهما رسول الله صلى الله عليه وآله فالتفت إليه وقال لا يا علي دعهما على صدري أتزود منهما ويتزودان مني فإنهما سيظلمان بعدي آجركم الله أيها المسلمون ثم استدعى علي وقرب أدخله تحت ثيابه التي كان مغطا بها بعد ذلك خرج علي ودموعه على خده وهو يقول أعظم الله لكم الأجر بنبيكم صرخ المسلمون عدد فاطمة وأبتاه ومحمده من بارئه ما أدنى غدد فاطمة تصيح بدموع جاري والله يا أبو إبراهيم يا رحمة الباري يا أبو يظلم على مصابك نهاري يا أبو يلكون كل أبعيني يا أظلام فلأبكي أنك ما تطاول بالمدام ولأمزجن مدامعي بدموعي هو العين عاية أبرى والأساب فؤادي الله آية أكبر يا لها من فجعة أقامت نوايا آدبها بساب عشدادي فلأبكي أنك ما تطاول بالمدام ولأمزجن مدامعي بدمائي نسألك اللهم وندعوك ونقسم عليك بنبي الرحمة ومنقذ الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله ألا تدع لنا ذنب إلا غفرته ولا هم إلا فرشته ولا كرب إلا كشفته اللهم يصلي على محمد وآل محمد وأصلح كل فاسد من أمور المسلمين وارحمنا برحمتك اجمع كلمتنا وحد صفوفنا أقضي حوائجنا والحمد لله رب العالمين إلى أرواح المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات رحم الله من أهداهم ثواب الفاتحة مع الصلاوات ترجمة نانسي قنقر